صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن أي تهجير للفلسطينيين هو ضد القانون الدولي وأن الشعب الفلسطيني يجب أن ينال حقه في أرضه وفي تقرير مصيره والبداية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتابع المومني خلال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي أقيم في العاصمة عمان على مدار يومين أن الأردن وظف أدواته الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والإغاثية وقدم خطابا دبلوماسيا يعد الأكثر تقدما وشجاعة وجرأة نحن نستخدم أدواتنا المتاحة الرئيسية بين أيدينا من أجل أن نساعد الشعب الفلسطيني إنسانيا من أجل أن نوقف هذه الحرب الغاشمة على الأهل في قطاع غزة وأهم شيء بدي أقولك إياه السردية الأردنية والمنطق الأردني في الطرح الحقيقة يمتلق قوة كبيرة من الإقناع نحن لما نقول للعالم والحكومة الإسرائيلية بشكل مستمر هذا الذي يحدث من اعتداء على الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن ولن يجلب الاستقرار الحل الوحيد الذي سوف يجلب الأمن والاستقرار إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته في إطار مساهمتها لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء مواصلة الاحتلال عدوانه منذ السابع من أكتوبر الماضي سلم السفير السعودي في عمان نايف السوديري رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدعم المالي الشهري الممنوح للشعب الفلسطيني ويأتي هذا الدعم استمرارا لما قدمته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني والمقدرة بخمسة مليارات وثلاثمائة مليون دولار رئيس الوزراء الفلسطيني ثمن الدعم المقدم من السعودية والذي يأتي بمثابة تأكيدا على الجهود الحثيثة التي تبذلها الرياض بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى الحرص على نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس في ضوء ما يتعرض له قطاع غزة وأيضا القدس والضفة الغربية من أعمال عدوانية من الجانب الإسرائيلي والتضييق الذي يتم على كل وسائل الحياة للشعب الفلسطيني فإن الدعم السعودي له أهمية خاصة في زيارة تفقدية لوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن إلى محافظة إربد تقى نواب المحافظة والحاكمة الإدارية لها وبحث أبو السمن مطالبات نواب المحافظة ضمن اختصاص وزارة الأشغال وأوعز إلى مدير مديرية أشغال إربد باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة بعض تلك الملاحظات كما اطلع الوزير خلال جولته على مشروع مستشفى الأميرة بسمة تعليمي الجديد بسعة ستمائة سرير والذي تبلغ كلفته مائة وخمسة ملايين دولار ونسبة الإنجاز فيه وصلت إلى أكثر من ثمانية وثمانين في المائة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية هذا العام الزيارة هي إجمالة لزيارة مستشفى الأميرة بسمة كان هناك فيه إجراءات إدارية مالية فنية على المستشفى وفيه صار فيه تسارع بالعمل وطبعا الزيارة هي الاطلاع على الإجراءات اللي تمت ونسبة الإنجاز للمشروع وتم الإعازة لمديرية أشغال إربد الكشف على كل الطلبات وتقديم تقارير طبعا راح يتم فيه معظم المشألة راح يتم التنسيق وهم بين مديرية أشغال إربد ومجلس محافظة إربد ويقولوا وزارة من موازنة الوزارة أهم الطرق التي بحاجة إلى إعادة أهيل وإصلاح وخاصة ونحن مشرفون على فصل شتاء هي طريق بغداد والتي توصل بين محافظة إربد ومحافظة المفرق فهي متهالكة ومنذ أكثر من 25 عام لم يتم هناك الصيانة لقاء اليوم نواب إربد كان مع وزير الأشغال العامة وكان أبرز المطالب هي صيانة البنى التحتية من الشوارع وتجهيز لفصل الشتاء